افتتحت مؤسسة صناع الخير لتنمية عضو التحلف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجموعة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بقرية يوسف الصديق بالفيوم وإهدف ذلك لمدعفة فرص العمل التي يتيحها المركز بشكل مباشر للسيدات القرويات المعيلات وكذلك مدعفة فرص العمل التي يتيحها المركز لأهالي قرية والقرى المجاورة بشكل غير مباشر كما يأتي هذا التعاون في إطار خطة المؤسسة للتوسع في مجالات التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية وبخاصة المرأة المعيلة بالقرى الأشد احتياجا